اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برافع سعر الرغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتباراً من بداية الشهر لأول مرة من 30 سنة أعلنت لحكومة المصرية الأربعة خفض الدعم لرغيف الخبز وزيادة سعره بنسبة 300% رئيس الحكومة اعتبر الموضوع جزء من الإصلاح الاقتصادي لتوفير كلفة الدعم على خزينة الدولة الكلام ده حمل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جداً وبالتالي كان كل هدفنا أن احنا مجرد نقلس هذا الدعم بصورة قليلة مهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرار رفع الدعم قبل بكم يوم الرغيف ده أبو خمسة ساخدة 8 جنيه وربع بيكلفني 130 مليار جنيه دعم شككت منظمات مصرية بأرقام السيسي واعتبرت أنه عم يتم نفخ كلفة الدعم أصداً أكتر من هيك بتفرج الأرقام أنه كلفة الدعم كله ما بتشكل إلا 2% من نفاقات الدولة القصة مش نقص بالفلوس قد ما هي تحديد لأولويات السلطة بمصر وخدوه على شوت التقشف اللي بيفرضها صندوق النقد الدولة خلفي بتكلموا بتقولوا الحكاية هي للناس ترجمة نانسي قنقر